معجم ما أولف عن العلمة السيطير رحمه الله تعالى وآثاره شرح الفيت السيطير في الحديث المسمى بإسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر لعلمة الشيخ محمد بن علامة علي بن آدم الإتيوبي الولوي رحمه الله تعالى نشراته مكتبة الغرباء الأثرية في مجلدين المجلد الأول في 448 صفحة والمجلد الثاني في 412 صفحة والطبع الأولى سنة 1414 من هرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق 1993 من الميلاد قال رحمه الله تعالى في المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع من وقف تحت أمره ونهي إلى أوج الكمال ووصل من انقطع إليه بصلاة فاخرة في الحال والمآل والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بصحي الأقوال والأفعال الذي بلغ حسن حديثه مبلغ الإعجاز والكمال وعلى آله المدرجين في سلسلة هديه التي الانفصام لها والانفصال وعلى أصحاب الذين بذلوا نفوسهم وأملا في مرضاته تعالى من غير ضعف ضعف والاعتلال وعلى التابعين لهم السلكين طريقا بالقلب والاضطراب بالسارة باعتدال أما بعد فقد كنت شرعته في شرح المنظومة المسمة نظمة دورال في علم الأثر الحافظ جاد دين عبد الرحمن بن كمال أباكم لمحمد بن سابق الخضيري في الحاشية بصيغة التصغير السيطي الشافعي المولود ليلة الأحد مستهل رجب سنة 249 هجرية والمترفة سحر ليلة الجمعة 19 جمعة دا الورسة 1911 هجرية وعمر 61 سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يواما شرحا واسطا غير أمنى الاشتغال بأشغال تعوقني قال في الحاشية صفة جملة في محل الإجرار وصفة أشغال أو بأشغال تعوقني عن وصلة السيلة على منهجه أحوجني في الحاشية خبر الأن لصرف عينان العازم نحو اختصاره مسددا للأنظارة في ترصيف اختصاره تعجيلا للمنفعة الهامة وتحقيقا للمسارة العامة والله أرجو في تسهيل ما أملت من الشرحين من غير فطور ولا شيء إنه ولي ذلك وهادي السالك وما تفقي إلا بالله عليه توكلته إليه ونيب وحسب الله نعم الوكيل ولا حول القوة اللي بالله العليه العظيم وسميته إسعاف داوي الوطر بشرح نظم الدولار في علم الأثر والله أسألوا قبول وحسن الختام إذ هو ما غايته ما يطلبه من المرام تنبيه وتنبيه وأرشاده إلى بعض المصطلحات في هذا الشرح تا إشارة إلى تقريب التهديد بحفظ من حجم متوفسة 852 قاف إشارة إلى القابوس المحيط لمجد دين محمد بن عقود بفيروزة بادي اللغوي المتوفسة 817 من الهجرة تاج إشارة إلى تاج العروس الشرحي للعلمة سيد محمد مرتض الزبيدي المتوفسة 1305 من الهجرة المصباح والمصباح الموني لعلمة أحمد بن محمد بن علي المقري ويحرر المتوفسة 77 من الهجرة اللسان هو لسان العرب للعلمة اللغوية بالفضل من الدين محمد بن مكرم من المنظور الإفريقي المصري متوفسة 711 من الهجرة انتهى ألف هاء إشارة إلى أنه انتهى الكلام المنقول وإذا قلت قال فلان أو انتهى كلام فلان أو قال فلان كذا ثم كتبت في آخره ألفها فالكلام منقول بنص لذي غالبا وإذا قلت أفاد فلان فهو مما نقل بالمعنى والله أعلم ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الشرح وامتاز هذا الشرح بذكر زوائد الإمام السيوتي على الحافظ العراقي في ألفية في ختام كل فصل والعناية بذكر خلافات النسخ وغير ذلك رحمه الله الشيخ طيب الثراء ورحمه الله العلمة السيوتي وجزه عن الأمة خيرا